اخر خبر اختم به فقرة الاخبار وفقرة الانترو الاتحاد الافريقي لقرة القدم كاف منذ ساعات قليلة او دقائق قليلة اعلن عبر موقعه الرسمي قبول استقالة معاز حجي السكرتير العام للاتحاد الافريقي لقرة القدم طبعا حتى هذه اللحظة الاتحاد الافريقي لم يعلن بشكل رسمي الاسباب التي دعت الى استقالة معاز حجي السكرتير العام للاتحاد الافريقي ولكن في نفس الوقت هناك أسباب لها علاقة بالأحداث التي حدثت خلال الفترات الماضية والتي تحدثت عنها أبرز الوكالات العالمية في أوروبا وفي العالم بخصوص بعض التقارير التي نشرت في حق الاتحاد الإفريقي ومسؤولي بشكل عام بيان السيد معاس حجي الذي نشر اليوم أو منذ تقائق قليلة عبر الموقع الرسمي يواجه فيه الشكر إلى رئيس الكاف أحمد أحمد وحرصه على إتاحة الفرصة له على خدمة الكرة الإفريقية وقارة الكرة الإفريقية في هذا المنصب وفي نفس الوقت يتمنى للإصلاحات الإدارية التي تتم داخل الاتحاد الإفريقي خلال هذه الفترة منذ عام 2017 تستمر في الفترة القادمة لكن بشكل عام السكرتير العام تقدم باستقالته مديرة الشؤون القانونية أشتا صالح تقدمت باستقالته منذ حوالي أسبوع وعشرة أيام فبالتالي فيه جملة استقالات في المناصب الرئيسية والمناصب التنفيذية داخل الاتحاد الإفريقي مدى تأثير هذا على دولياب عمل في الاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة وتحديدا قبل العقادة الانتخابات بعد سنة من الآن ده يتضح خلال الفترة القادمة هل هناك مسؤولين آخرين في المنصب التنفيذي وفي المكتب التنفيذي سيتقدمون باستقالات وفي منصب النائب العام حتى النائب الثالث أو حتى رئيس الكنفدرالية ده يتضح خلال الفترة القادمة لكن بشكل عام هناك بعض الأمور الغير واضحة في بعض المناصب الرئيسية داخل التحدي الافريقي في هذه الفترة سواء باستقالة مديرية الشؤون القرنية أو حتى استقالة السكرتير العام ونشوف المشهد خلال الفترة القادمة وهل هيكون ليه تأثير سلبي على انتظام المسابقات الافريقية على وضع المسابقات الاندال الافريقية في الفترة القادمة على اختيار ملعب نهاية افريقيا على التحكيم الافريخي في الفترة الجاية كل ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية في ظل ان احنا بالتأكيد مهتمين جدا بهذا الملف مع حرص النادي الاهلي على الاستمرار في هذه البطولة والوصول ان شاء الله الى ابعد مكان واللعب على النهائي ان شاء الله خلال الفترة القادرة